ترجمة نانسي قنقر العوافة مين بيعرف من هذا الشاب؟ بايعان عليكم؟ آه والله عارفينه طيب من مئة وخمسة سنين بقهوة التل العليا لا أعرف إذا أحد فيكم يعرفها قهوة التل العليا بوسط طرابلس حاليا وقتها كان هذا آخر طرابلس كان عزمي بك قاعد بقهوة التل العليا يشرب قهوة وقدامه بساتين الليمون فرحان كثير به المنظر الجميل طلع هكبر فقات وقال لهم ما نقصنا به القعدة غير نشوف هالبحر وفعلا صدر قرار نشق الطريق وسط البساتين تربط المدينة القديمة بمنطقة المينة على البحر هذه الطريق تسمت على اسم هالشخص هالشخص وقته كان والي طرابلس هالشخص طبعا صرته بتعرفه هو عزمي باك يلي هالإفنت اللي نحنا موجودين اليوم اسمه على اسمه بعد نشوق هيدا الشارع مدينة طرابلس بدأت تتمدد وبلشت تنشأ طرابلس الجديد اللي نحنا حاليا موجودين فيها وبلشت بهيدا المنطقة كتير عيال من المنطقة القديمة تنتقل للمنطقة الجديدة من حوالي الشهرين قابلوني صبايا من تدكس عزمي وخبروني انه حابين اني اكون سبيكر بهيدا الإفنت طبعا انا اول ردة فعل عندي كانت انه من معرفتي بتدكس وبالسبيكرس فيه يعني الناس اللي بيطلع بيكونوا اشخاص بس عاملين قصص كفاح انجازات علمية ادبية رياضية اكيد ما انا بس انه بيني وبين حالي قلت لأ انا ابن شارع عزمي ولدت فيه ترعرعت فيه اكيد في عندي قصة احكيها ففكرت هيك قلت لقيت قصة حب وحبات اني احكي لكم ياها من خمسة عشر سنة كان اول يوم بصف البروفي بهيدا اليوم ابي قرر انه شنطة السنة الماضية الشنطة شنطة المدرسة بعدها كويسة وما بتحتاج اني اشتري شنطة جديدة بس يا بابا يا عيني الشنطة ايدا مخزوقة ما في مشكلة اخدني انا والشنطة وداني لعند مين خياط متخصص بتصليح الشنطة محل مترين بمتر مليان الشنطة الشنطة واصلة لبرا موجود بمنطقة التل قريب من قهوة التل العليا تركني الوالد انطر دوري وراح وانا ناطر الشنطة مالسة 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 وطريبا لا قد ايضي السنة من شنطة قديمة ما رأى وقت طويل انا صراحة بلشت أطجر الخياط كان ياخد كتير وقت لكن بعد قليل طفلان جايين من المدرسة مبسوطين قربوا على الخياط طلعوا أولاده بلشوا يبوسوه بلشوا يشتغلوا معه بلش الشغل يخلص اسرع فجأة انتبهت انه هيدا الرجل اللي كان عم يشتغل كانت ايده مقصوصة وكان كل الوقت عم يشتغل بتمه بسنانه قبل هاللحظة انا ما كنت منتبه لهالشي مهم مره وقت كتير وانا معبد جرام صرت مهتم كتير بقصة هالرجل هيدا وصر الفرح بعيون أولاده بها الحالة هيدا اللي هنا فيها تأخر الوقت هيدا هيدا العم صار قال لي يا عم انت ما بدك ترجع على البيت عدمت الدنيا بعدي قعد بس انا ما بعرف ارجع على البيت قال لي يا عم انت ساكن بشارع عزمي قريب كتير فشخة ولا مرة عرفت ارجع على البيت من هون المهم اجا الوالد بالاخير وداني على البيت بس انا كان عقلي بغير مطرح انا كان عقلي بهالمنطقة اللي انا كل عمري بشوفها من فوق بتطلع بشوف قلعة شامخة فوقها جبل عالي كله تلج منظر كتير حلو بيوت مصفوفة بيوت ملونة حجر وارميد وشجر كنت اعشق هالمنظر بس ولا مرة فكرت بالناس اللي جوها ولا مرة فكرت اذا هالناس هيدا عنده شنطة تروح فيها عالمدرسة ولا اذا قادرة تروح عالمدرسة اساسا بعد كم سنة نزلت عبيروت لحتى ادرس بالجامعة وبعدين اربع سنين دراسة بعدين شغل ببيروت سبع سنين حقيقة كنت انطر نهاية الاسبوع لحتى اوصل على اللحظة اللي اوصل فيها على منطقة الألمون شوف ترابلوس هيك قدامي من قلب البحر ويفرفح قلبي عن جد اللي بيبعد عن طرابلوس بيعرف ايمتها ساعتها بيعرف معنى الحب قبل هيك كان جدي ياخدني على الاسواق كان يحفزني اسماء الازقة وكان هو اساس تاريخ كان يحفزني اسماء الخانات اسماء الاثار القديمة ستي كانت تاخدني على السوق كانت تتأثر تتعرفني على كل البيعين كانت تتحفزني اسماءهم وعيلهم وواحد واحد بس الحقيقة للأسف هالأمر ما كان يعني لي لما بعدت عن طرابلوس لما صرت ارجع على طرابلوس صرت شم ريحة زهر الليمون اللي بيحكوا عنا صرت اعرف معنى الحلو ارجعت اتذكر اسماء الازقة اللي عرفني عليها جدي بلشت اهتم اتذكر اسماء الناس البيعين واحد واحد ومثل ما كانت تحفزني ايهن ستي مرأت ايام قررت اني ارجع على طرابلوس ومع ثورة السوشيال ميديا اسست على موقع الفيسبوك صفحة تقررت فيها اعلن عن حبي هذه صفحة سميتها We Love Triquery We Love Triquery كانت مجرد فكرة صفحة على الفيسبوك بعدين اكتشفت انه قصة الحب كانت مش بس من طرف واحد كان في كتير ناس مثلي قررنا نصير ننزل على المدينة القديمة بدأنا نصور المدينة القديمة ونعرضها على الفيسبوك ونعرضها للناس في طرابلوس في المقلب الثاني ونعرضها لكل الناس ونعرض الصورة الحقيقية للمدينة اللي الاعلام اوقات كتير ما بيوارجين اياها كانت من اجمل لحظات حياتي هي الوقت اللي بعبر فيه مع الشباب هيدا الحاجز الوهمي يلي بيفصلنا عن نصنا الثاني We Love Triquery هيدا الفكرة الصغيرة البسيطة صارت حاليا جمعية بسنة 2009 جمعية تعنا بالشأن الاجتماعي الانساني السقافي والبيئي في We Love Triquery عنا عدة انواع نشاطات منها انو منصور متل ما احكيت لكم وبس تصور بتصور بحب بتصير تحب اللي عم تصوره بتصير تفتش عن احلى زاوية لحتى تشوف فيها لحتى تورجي فيها ساعتها بزيد عندك الانتماء وساعتها فعلا بتصير بتفكر انو تخدم هيدا المدينة بصدقه وهيك كملت نشاطات We Love Triquery واتنوعت منصور منركب دراجات مننظم نشاطات ترفيهية للايتام والمحتاجين لنشاطات للمسنين اوقات كثير منغني ومنكون جاهزين دايما لنلبي ندى ترابلوس مبارح بالتحديد كنا عم نحتفل بذكرة الرابعة لتأسيس نشاط صور على الماشي اللي هو هيدا اللي نحنا نصور فيه وهيدا النشاط بكرة عنا النشاط رقم ستة وخمسين لهلأ الى هذه اللحظة صار مشارك معنا اكتر من ألف متطوع نحنا كتير فخورين بهيدا الشي صفحتنا على الفيسبوك صار عليها سبع وعشرين ألف لايك والخير لقدام بس قصة الحب موقفة هون We Love Triquery صارت قصة حب حقيقية قصة حب جماعية We Love فكرة We Love موجودة اليوم بلبنان بالمغرب بتونس بالأردن بمصر بفلسطين بالعراق ب13 مدينة الى الان بالعالم نموذج We Love Trippoli حلم حلم نيرو طرابلوس وانتقل على كل الكون تشكركم